اعلن اليوم عن تشغيل محطة عمان اسيا لمشروع توليد الكهرباء الثالث بالغاز الطبيعي لتوليد خمسمائة وواحد وسبعين ميجا واط وبما يشكل نحو عشرين في المئة من اجمال التزويد الكهربائي في المملكة وافتتح المشروع وزير الطاقة وثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ونظيره المصري المهندس طارق الملة حيث تقوم شركة فجر الاردنية المصرية بتزويد المحطة التي انشئت قبل عشرة شهور بالغاز بموجب اتفاقية وقعت مع شركة الكهرباء الوطنية في تشرين الثاني من العام 2014 وقال الوزير سيف خلال الافتتاح ان هذه المحطة تعتبر خطوة في اتجاه تحديث جميع محطات التوليد في المملكة للعمل باستخدام الغاز الطبيعي بدوره اكد وزير البترول المصري ان هذه المحطة هي التاسعة من نوعها في المملكة التي تقوم شركة فجر بتزويدها بالغاز الطبيعي مدير مشروع محطة القياس المهندس عبدالعزيز الامير قال ان المحطة تضم خط غاز بقطر 16 بوصة وبطول تقديري 10 كيلومتر من اقرب نقطة لخط الغاز العربي فيما تبلغ الطاقة القصوى لاستقبال الغاز في هذه المحطة نحو 150 الف متر مكعب في الساعة يوميا مشروع التوليد الثالث مشروع تم افتتاحه حقيقة قبل حوالي 10 شهور هو يعرف ايضا باسم محطة عمان اسيا ساعة المشروع او حجم التوليد في هذا المشروع حوالي 520 ميجا هي تشكل حوالي 20% من التزويد الكهربائي في المملكة محطة بنيت على احدث الاسس ووظفت فيها احدث التكنولوجيا واليوم احنا بنحتفل بتدشين تزويدها بالغاز الطبيعي محطة دي تعتبر المحطة رقم 9 بالنسبة لشركة فجرة الاردنية المصرية اللي بتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لها وفي سلسلة من المشروعات المختلفة لتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء وقريبا ان شاء الله تدخل الشركة في توصيل الغاز الطبيعي ايضا للصناعة ولاحقا في الاستخدام المنزلي